في تقارير أمريكية نشرتها وسائل إعلام غربية كشفت آخر المعلومات حول استعداد إسرائيل لشن ضربة للرد على هجوم إيران الأخير حيث قالت التقارير إن الجيش الإسرائيلي يختبر منذ شهور عملية تعديلات على طائرات F-35 استعدادا لأي ضربة محتملة على مواقع نووية إيرانية من أجل رفع قدراتها وقالت التقارير إن وزارة الدفاع الإسرائيلي اختبرت تعديلات على طائرات F-35 A أدير أو الشبح أو ما تعرف بالطائرات التي تمتلك قدرة التخفي حيث شملت التعديلات تزويد تلك الطائرات مزيدا من الوقود خلال عملية عدم التخفي تتضمن كميات كبيرة من الوقود وخزنات إضافية بالإضافة إلى تزويدها بذخيرة موجهة صنعت في إسرائيل وتزن ألف كيلو جرام كما تشمل تعزيز قدرتها لاعتراض أي مسيرات إيرانية وتحسينات على نظام GBS لمواجهة أنظمة التشويش على الملاحة التقديرات بشن إسرائيل هجوما قريبا على منشآت نووية باستخدام طائراتها المتطورة يهدد بحسب خبراء من اشتعال المنطقة سيما مع ما تملكه تلك الطائرات الأحدث في العالم من تطور كبير وقدرات تشغيلية فائقة تستطيع تحديد الأهداف بدقة وتوجيه القنابل بالليزر يقول مراقبون أنه على الرغم من التحذير العالمي ودعوات أمريكية بضربة قوية محددة إلا أن إسرائيل قد تشن هجوما ضمن الاستراتيجيات المحتملة باستخدام تكتيكات الهجوم السريع والعمليات الليلية لاستهداف المنشآت بشكل فعال شكرا